السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقتنا مهمة جدا وكالعادة بنقدم لحضراتكم فيها اللي مش هتلاقيه في مكان تاني وبرغم حالة عدم التفاعل الكبير يا أخواننا اللي موجودة هذه الأيام على القناة لأسباب عديدة طبعا لكننا بفضل الله مكملين في رسالتنا اللي بدأناها مع حضراتكم للنهاية فدعوتكم لنا بالتوفيق والإخلاص موضوعنا باختصار وكالعادة هيكون دفاع عن بلدنا وإبراز ما يفعله ولاد أمورنا من خير ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضا على المستوى الإقليمي وأعتقد أن زي ما غيرنا بيعطي لنفسه الحق أنه يتطاول ويقل أدبه على حكامنا ويحرد على الفوضى في بلدنا فمن أبسط حقوقنا بل واجبتنا أننا نطلع نبين لحضراتكم كتب الناس دي وبالتالي ندافع عن بلدنا ونظهر الصورة الكويسة اللي فيها موضوعها لقيتنا باختصار عنوانه الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدى إسرائيل وأمريكا وماذا حدث في قمة العشرين والتعاون بين مصر والإمارات فيما يخدم مصالح الأمة فيما يخدم مصالح الأمة فيما كل مأثورة بتقول ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط والحقيقة أنا مش فاكر مين اللي قال هذه المقولة لكنها بتنطبق دايما على حال مصر مش هقولك دلوقتي بس أو مع النظام الحالي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يحفظه لكن دايما مصر بتلاقيها ماشية بالمبدأ ده حتى في ظل أزمتها وفي ظل شدة حاجتها بتلاقيها إيديها دايما ممدودة لكل محتاج بالضبط زي المثل اللي بيقول الجودة بالموجودة يعني أنت لو ترجع بالتاريخ لورا شوية هتلاقي إن مصر أيام ما كانت تحت الاحتلال الإنجليزي مثلا كانت بتساعد الدول العربية والإفريقية بل والأسيوية كمان في الحصول على الاستقلال وياما مصر قدمت مساعدات لإخوانها والكل بيشهد بكده بدون من ولا تفضل منها على حد والدور داي إخواننا ما زالت كتير من الدول بتحتفظ لمصر بهذا الجميل وبينعكس ده على تعاملهم معانا وقت الأزمات النهاردة برضو مصر ما زالت ماشية على نفس النهج ده ما تغيرش أبدا نهجها حتى في عز الأزمات السياسية والاقتصادية اللي بتمر بيها من بعد نكبة يناير اللي قدرنا بفضل الله سبحانه وتعالى إننا نتجاوزها وده بيظهر في كل تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المحافل وفي كل المناسبات الدولية تلاقي الرئيس ربنا يحفظه ويوفقه ما بيتكلمش بس عن بلده عن مصر لا دايما تلاقيه زي ما بيقوله صوت الضعفاء أو صوت الدول النامية للحديث عن مشاكلهم وعن مطالبهم وده واضح جدا من مشاركات الرئيس السيسي الأخيرة سواء في قمة العشرين اللي ركز فيها على قضايا زي مثلا مكافحة الفقر والجوع وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية أو حتى في قمم المناخ اللي استضافتها مصر في شرم الشيخ مثلا أو في القمة اللي عقدت في الإمارات في نسختها اللي فاتت دي في قمة العشرين الحالية الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز على أهمية دعم الدول النامية في مواجهة التحديات العالمية خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية اللي بنشوفها دلوقتي وزي ما وضح السفير أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة المصرية الرئيس السيسي ناقش قضايا زي مثلا الشمول الاجتماعي ومكافحة الفقر والجوع وحطوا قدام المجتمع الدولي تحدي إصلاح المؤسسات اللي بتتحكم في الاقتصاد العالمي علشان تكون أكتر عدالة وشمولية غير كده فالرئيس كان حريص كمان أنه يبرز رؤية مصر في تحول الطاقة في إطار التنمية المستدامة وده كان امتداد لللي حصل في قمة المناخ في شرم الشيخ اللي هي كوب 27 وقتها مصر استغلت رأستها للقمة علشان تطرح حلول واقعية لمشاكل الطاقة خاصة في الدول النامية اللي بتواجه صعوبات كبيرة في التحول للطاقة النظيفة قمة المناخ اللي عقدت في شرم الشيخ كانت لحظة فارقة فعلا لأن مصر استغلت الحدث العالمي ده علشان ترفع مطالب الدول النامية وتأكد على حققها في الحصول على دعم مادي وفني علشان تواجه التغير المناخي الرئيس السيسي كان واضح جدا لما قال أن الدول النامية مش مسؤولة عن المشكلة دي وأن الدول الصناعية الكبرى هي اللي عليها اللعبء الأكبر في تقديم الحلول والدعم خلال القمة دي مصر أطلقت مبادرات زي مثلا مبادرة الحياة الكريمة الأفريقية صامدة أمام التغيرات المناخية واللي كانت خطوة كبيرة لدعم القارة الأفريقية اللي بتواجه الحقيقة مخاطر كبيرة جدا بسبب التغير المناخي رغم أنها الأقل مساهمة في الانبعاثات العالمية واستمرت مطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي في نفس الإطار ده وكمان خلال استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لقمة المناخ اللي فاتت كوب 28 شوفنا استمرار للدور المصري في دعم الدول النامية مصر والإمارات يا أخوانا البلدين دول دايما على خط واحد كده لما يتعلق الأمر بالقضايا الإقليمية والدولية ويمكن تعاون البلدين في تقديم الدعم للإخوة في فلسطين كان واضح جدا وكذلك توافق الرؤى بين البلدين في كثير من القضايا الإقليمية أيضا إلى جانب الشيء الجميل جدا اللي هو الاستثمارات الإماراتية الضخمة في منطقة رأس الحكمة في المنطقة الشمالية في مصر ويمكن كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حاضر في قمة العشرين الحالية بنفس الروح اللي شفناه بها في شرم الشيخ وفي قمة الإمارات داعم دايما لفكرة أن العالم لازم يتكاتف علشان يواجه التحديات دي بشكل عادل ومتوازن وبعيد بقى عن قضايا المناخ والتنمية فالرئيس السيسي ما بينساش كمان دوره الإقليمي في المنطقة فدايما الحقيقة تلاقيه في كل محفل دولي بيكون حريص أنه يناقش الأزمات الإقليمية زي مثلا القضية الفلسطينية اللي بتمر دواحدة من أصعب مراحلها بسبب التصعيد الإسرائيلي وكمان الوضع في لبنان وفي سوريا الرئيس عبدالفتاح السيسي دايما بيأكد على أهمية استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط وأن الحلول لازم تكون سياسية مش عسكرية وده كان واضح جدا في جهود الرئيس لوقف إطلاق النار في غزة أكتر من مرة وكمان دعمه للحوار اللبناني اللبناني أما إفريقيا فهي كمان محور مهم في أجندة الرئيس السيسي الدولية خلال القمم دي كان الرئيس دايما بينادي بزيادة الاستثمارات في القرى الإفريقية وتقديم دعم حقيقي لدولها علشان تواجه تحديات زي الفقر، الجوع، الصراعات، المسلحة يعني بكل بساطة كده الرئيس السيسي بيعبر عن رؤية شاملة بتجمع بين دعم الدول النمية في القضايا العالمية الكبرى زي تغير المناخ والتنمية المستدامة وبين دوره كقائد إقليمي بيسعى لحل النزاعات وإعادة الاستقرار في منطقة مضطربة زي الشرق الأوسط وإفريقيا مشاركات الرئيس عبد الفتاح السيسي أخواننا مش مجرد حضور شرفي وبس لكنها رسالة قوية للعالم بتقول إن الدول النمية لها حقوق والنمص بصفتها واحدة من الدول المحورية مستعدة تدافع عن الحقوق دي وتطرح كمان حلول عملية علشان المستقبل يكون أفضل للجميع خطوات مهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي نسأل الله أن يجعل هذه الخطوات كلها في ميزان حسناته وأن يحفظ بلادنا كلها من كل شر وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر